الحمد لله الذي شرع لنا مواسماً لزيادة الحسنات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماوات وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل المخلوقات اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه أهل الفضل والمكرُمات أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا فهي خيرُ الزاد ليوم المعاد أيها المسلمون من المواسم الفاضلة أيام العشر الأولى من شهر ذي الحجة الموفَّق والسعيد من بادر فيها بالمسابقة إلى أنواع الطاعات والأعمال الصالحات قال تعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكرُ اسم الله هي أيامٍ معلومات وهي أيام العشر كما قاله غير واحدٍ من الصحابة رضي الله عنهم وقد أقسم الله بها مما يدلُّ على عظيمِ فضلِها وشرفِها قال جل وعلا والفجر وليالٍ عشر والليالُ العشر هي عشر ذي الحجة كما هو مذهبُ جمهور المُفسِّرين من السلم فيا من يبتغي الفلاحة وينشدُ الخير والصلاح تاجِد مع ربك تاجِد مع ربك بالأعمال الصالحة لا تفوِّت هذه الأيام الشريفة بل انتهِزها وبادِد فيها بالخيرات وإلى ما فيه عظيمُ الأجل وجزيل الفضل عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما قال قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ما من أيامٍ العملُ الصالحُ فيها أحبُّ إلى الله من هذه الأيام وفي روايةٍ أفضل يعني أيام العشر فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهُ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ رواهُ البُخَارِي واللفظُ لأبي داودَى والترمذي فهي يا عباد الله فرصة فرصةٌ لا تُعوَّض فاغتنِمها أيها المسلم تقرُّبًا إلى مولاك زيادةً في حسناتك وتكفيرًا عن سيِّعاتك في مسند الإمام أحمد بسندٍ حسنٍ عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من أيامٍ أعظم ولا أحبُّ إليه العمل فيهن عند الله من هذه الأيام العشر فأكثرُّوا فيهن من التهليل والتكبير والتحميل وروا جابرٌ رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضلُ أيام الدنيا أيام العشر وقد قال الذهبيُ إسنادُه حسن ولهذا كان سلف هذه الأمة يجتهدون فيها أشدَّ الاجتهاد لعلمهم بفضلها وشرفها قال أبو عثمان النهدي رحمه الله كانوا يُعظِّمون الأشر الأخير من رمضان والأشر الأولى من ذي الحجة والأشر الأولى من مُحرَّم وفي البخاري ذكر عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما كان يخرُجان إلى السوق في أيام الأشر ويُكبِّر الناس بتكبيرهما يقول ميمون بن مهران يقول ميمون بن مهران وهو من التابعين أدركنا الناس وإنهم ليُكبِّرون في العشر حتى إني لأُشبِّهه بالأمواج من كثرته إخوة الإسلام العمل الصالح الوارد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتصر على نوعٍ ما وإنما هو إسمٌ عامٌ لكل قربةٍ وردت في النصوص الشرعية ومنها الأأمال البدنية كالصلاة والصيام والحج والُضحية وقراءة القرآن والإكثار من الذكر والصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام إلى نحو ذلك وتشمل أيضا الأأمال الصالحة المتعدِّي نفعها إلى المسلمين كالصدقة والإحسان إلى الناس وقضاء حوائجهم وإدخال السرور عليهم وإعانتهم والتيسير على مؤسرهم وقد يكون العمل المتعدِّي كما في القاعدة أفضل من العمل القاصر ومما ورد فيه الدليل الأكيد في هذه الأشر استحباب صيامها والإكثار من الذكر فيها قال العلماء التكبير في هذه الأشر نوعان مطلق وهو في جميع الأشر ويلحق بها أيام التشريق ويكون ذلك المطلق في جميع الأوقات والأماكن والثاني مما يجوز فيه ذكر الله جل وعلا يجهر به ويرفع به صوته الثاني المقيد الثاني المقيد بأجبار الصلوات المكتوبة ويبدأ من فجر يوم عرفة لغير الحاج وللحاج من الظهر من يوم النحر وينتهي بعد أصري الثالث أيام التشريق كل ذلك واردٌ عن الصحابة رضي الله عنهم وعن غيرهم من التابعين بآثارٍ كثيرة وصيغة التكبير الغالبة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وحده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه أما بعدُ فيا أيها المسلمون مما يُشرَع في هذه العشر في يوم النحر وما بعدَه من وقت النحر الأضحية وإذا حلَّ هلَّ هلال ذي الحجَّة وأراد الإنسان أن يُضحِّي فعليه أن يجتنِب الأخذ من أضفاره أو شأره حتى يُضحِّي في حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم هلال ذي الحجَّة وأراد أحدُكم أن يُضحِّي فليُمسِك عن شعره وأظهاره رواه مسلم وغيره وأظهر الأقوال في إنه أنه للتحديد ولكن هذا خاصٌ بمن يُضحِّي لا بمن يُضحَّى عنه من الأهل ونحوهم ثم إن من أفضل الأعمال وأزكاها عند ربنا الصلاة والسلام والإكثار من ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلِّ وسلم وبارِك على نبينا ورسولنا محمد ما دارت الأفلاك والأجرام وما تتابعت السنوات والأيام اللهم صلِّ وسلم وبارِك عليه ما تعاقب ليلٌ ونهار اللهم ارضَ عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبِعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين اللهم اغفِر لنا وللمسلمين الأحياء منهم والميِّتين اللهم اغفِر لنا وللمسلمين الأحياء منهم والميِّتين اللهم ارحمنا برحمتك اللهم اشملنا جميعًا برحمتك اللهم ارحمنا رحمةً تغنينا بها عمن سواك اللهم فرِّج همومنا وهموم المسلمين ونفِّس كُرُباتنا وكُرُبات المسلمين اللهم ارفع عنا البلاء والوباء يا ذا الجلال والإكرام اللهم نفِّس عنا فيما نحن فيه يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارفع عنا الوباء يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم وفِّق خادم الحرمين الشريفين اللهم وفِّقه ووفِّق نائبه لما تحبُّه وترضاه اللهم وفِّق جميع ولاة أمور المسلمين لما فيه خدمة رعاياهم اللهم احقِن دماء المسلمين اللهم احقِن دماءهم وصُن أعراضهم واحفَظ أموالهم يا حي يا قيوم اللهم اجمع كلمتهم على الحق اللهم اجمع كلمتهم على الحق اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول آفيتك وفُجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة العداء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء